اشتركوا في القناة في حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السين ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي قد قشبني رحها وأحرطني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول أي الله عز وجل لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو فيقول أي الله عز وجل لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله من عهود وموافيد أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول ربي أدخلني الجنة ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك أي الله عز وجل فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له تمن من كذا فيتمنى ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأمان فيقول له هذا لك ومثله معه هذا حديث أبي هريرة وروه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله وقد جاء هذا قصة هذا الرجل جاءت في صيف مسلم أيضا قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة رجل يخرج من النار حبوة رجل يخرج من النار حبوة فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة وقد ورد في صيث مسلم أيضا أنه يقول عن هذا الرجل الذي يخرج منها زحفا من النار فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجب الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا وفي رواية أيضا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة يسقط على وجهه وتسفعه النار مرة أي تضرب وجهه وتسوده فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي ربي أدني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين فيقول أي ربي أدني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك ما الذي يقطع مسألتك في النهاية ماذا تريد متى تنقطع عن السؤال أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحك رب العالمين حين قال يعني قال له الرجل أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر وفي رواية فيقال له فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثالك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي ثم يقول الرجل ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردتوا غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هذا الحديث العظيم الجليل عن نبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه خروج الموحدين من النار آخر الناس الذين يخرجون من النار من الموحدين ومنهم هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها وآخر أهل النار من الموحدين خروجا منها قال في الحديث الذي رواه البخاري حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وفي رواية حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار والمراد إخراج الموحدين وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النار في النار هذا الإخراج يقع بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الأولى الشفاعة العظمة وهي المقام المحمود الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى رب كي يخلص العباد من أهوال المحشر لأن الشمس فوق رؤوس العباد وهم قائمون والشمس تصهرهم والمقام خمسون ألف سنة يغرق الناس في العرق ويتمنون الانفكاك من هذا المحشر ولو إلى النار فيفزعون إلى الأنبياء واحدا بعد واحد حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها هذه الشفاعة العظمة وهذا المقام المحمود الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها هناس من الموحدين لكن عصاه سيؤاتهم أكثر من حسناتهم استحقوا دخول النار دخلوا النار شفاعته عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الموحدين أن يخرجوا من النار وذكر بعض العلماء أن من شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته في أقوام من تساوى حسناتهم ومسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها وشفاعة لهم صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم وكذلك الشفاعة في أقوام من يدخلون الجنة بغير حساب أن يدخلوها بغير حساب وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب عمه أبي طالب حيث يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يكون أبو طالب في غمرات النار بشفاعة نبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى ضحضاح ضحضاح من نار يغطي قدميه فقط لكن هذه التغطية تغلي منها دماغه هذا هو أهول أهل النار عذابا وإنه يظن نفسه أنه أشدهم عذابا هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هناك أيضا شفاعة للمؤمنين للموحدين وشفاعة للعلماء والشهداء وشفاعة للملائكة فهذه الشفاعة هي المقصودة هنا عندما يأذن الله للمؤمنين بالشفاعة لإخوانهم سادات الناس أولياء الله الشهداء العلماء الأولياء لهم شفاعة لا ينسون إخوانهم الموحدين في النار لا ينسونهم بل يذهبون لإخراجهم ويطلبون من الله ذلك وجاء في حديث أبي سعيد فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد يتبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم المؤمنين يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا فنريد أن يخرجوا من النار نحن نجونا منها ونريد أن يخرجهم أيضا فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون أيضا وجاء عند الطبراني بسند كما حسنه الحافظ المحجر رحيمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أهل القبلة في النار من لا يحصي عددهم إلا الله هؤلاء من أهل القبلة يدخلون النار لا يحصي عددهم إلا الله لماذا؟ بما عصوا الله واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته قد يقول إنسان نحن من الموحدين ولا نشرك بالله إن سلمنا بهذا لكن ما الذي يضمن أن لا نكون من هؤلاء الذين يدخلون يدخل النار من أهل القبلة من لا يحصي عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته يقول في الحديث فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما فيقال لي ارفع رأسك الحديث وتقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقبل شفاعة الأنبياء والملائكة وتقبل شفاعة المؤمنين أيضا فيقول بعد ذلك إذا شفع الأنبياء والمؤمنون وأخرجوا من النار من يخرج يبقى أناس موحدين لكن ما نفعتهم شفاعة الشافعين فيبقى هناك سبب أخير وهو أن يخرج الله من هؤلاء يخرجهم بمنه وفضله الدفع الأخيرة من الموحدين الذين في النار وهم أقل المنازل من الموحدين من العصاة أسوأ العصاة من الموحدين وأقل أهل التوحيد منزله في النار هؤلاء يخرجهم الله تعالى بمنه وكرمه فجاء في الحديث وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار فيقول أهل النار الخالدين فيها لهؤلاء الموحدين الذين دخلوا النار بمعاصيهم ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا نحن وإياكم سوا فيقول الجبار فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسلوا إليهم فيخرجون وفي رواية ابن أبي عاصم والبزار وإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول لهم الكفار ألم تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار فقالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا فقال الكفار يا ليتنا كنا مسلمين وجاء في حديث أبي بكر الصديق ثم يقال أدعو الأنبياء فيشفعون ثم يقال أدعو الصديقين فيشفعون ثم يقال أدعو الشهداء فيشفعون فإذا يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون ويخرجون من النار من أهل التوحيد من كان يقول يشهد أن لا إله إلا الله وقد زعم بعض المبتدعة أن كل من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا قول باطل لأن من جهد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كذب الله لأن الله أوجب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتصور أن يوجد موحد من أهل الكتاب يوحد الله ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد ولذلك بعض الناس يقولون إن كل أهل الديانات السماوية يدخلون الجنة وهذا كذب على الله فإن الله لا يدخل اليهود والنصارى المشركين الجنة أبداً ثم بعض الناس يقولون كل من قال لا إله إلا الله بلسانه يدخل الجنة ولو ما صلى ولا عمل ولا عمل من الصالحات وهذا غير صحيح أيضاً فإن المتولي عن الدين يعرض عنه لا يعمل به هو كافر يسميه العلماء كفر التولي والإعراض كفر التولي والإعراض من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فلا تنفعه كلمة يقولها بلسانه دون حقيقة في قلبه دون حقيقة في واقع دون حقيقة في العمل لا ينفعه ذلك كمن قال لا إله إلا الله ورجله على المصحف فإذن لا ينفع إلا إذا وجد أصل الإيمان في القلب أما كلمة باللسان يقولها اليوم المشركون حتى عباد الأصنام عباد القبور عباد الأولياء الذين يشركون شركاً أكبر فالذين يذبحون لغير الله ويطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله هؤلاء من المبتدعة أيضاً من أهل الرفض وغيرهم من المشركين شركاً أكبر من الذين يعتقدون أن غير الله يعلم الغير وأن غير الله يلجأ إليه في الشدائد وأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كلامه تشريع هؤلاء يكونوا لا إله إلا الله لكن لا تغني عنه شيء فإن لا إله إلا الله مثل المفتاح والمفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان ولا إله إلا الله لها شروط فإذا لم تتوفر شروطها لا تغني شيئاً عن صاحبها فإذا أهل التوحيد هؤلاء الذين يخرجون بعدما يعذب العصاء منهم الذين كتب الله عليهم دخول النار فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الموحدين من النار خلقاً عظيماً جاء في الحديث فيحد لي حداً فأخرجه يقال هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت يخرجون بشفاعتك من الموحدين العصات في النار فيخرجون ثم الملائكة تشفع يخرجون ثم يخرج أيضاً المؤمنون فيخرجون خلقاً آخر خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيراً ما تركنا واحد في النار في خير فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار ويخرجهم سبحانه وتعالى الحديث وعند مسلم في حديث جابر ثم يقول الله أنا أخرج بعلمي وبرحمتي وفي حديث أنا أرحم الراحمين أدخل جنة من كان لا يشرك بي شيئاً أهل الشفاعة من هم؟ من هم الذين ينالون الشفاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصاً فكيف نتصور راحت يقول لا إله إلا الله هو لا يصلي أبداً؟ كيف نتصور راحت يقول لا إله إلا الله وهو يرضى بالتحاكم إلى غير الله؟ كيف نتصور راحل يقول لا إله إلا الله وهو يطيع من يحل الحرام ويحرم الحلال فيتبعه عن اعتقاد في تحليل الحرام وتحليل الحلال لا يمكن طيب هؤلاء الموحدين في النار العصات عندما يخرجون كيف يعرفهم المؤمنون فيخرجونهم المؤمنون الآن سيخرجون من النار هؤلاء أصحابهم فكيف يخرجونهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود كما قال الله تعالى سيماهم في وجوه من آثار السجود لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار فتبقى على حالها وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم آثار السجود فهؤلاء الناس احترقوا حتى صاروا فحمن إلا مواضع لم تحترق ما هي؟ أثر السجود منهم أثر السجود منهم قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار لأن النار لا تأتي على جميع أعضائهم إكراماً لموضع السجود والخضوع لله عز وجل وهذا الحديث يدل على أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان وفي حديث آخر أن هؤلاء يخرجون وأن قوماً يخرجون لم تحترق دارات وجوههم دارات الوجوه دارات الوجوه لم تحترق فإذا الناس الذين في النار هؤلاء بعضهم غاب في النار إلى نصف ساقين وبعضهم غاب في النار إلى ركبتين كما في صيح مسلم وبعضهم إلى حقوة إلى منتصف يخرج قوم من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم فإذا في احتراق بالنار إلا مواضع السجود وبعض الناس دارات الوجوه غير محترقة غير محترقة لماذا؟ لأنهم كانوا يسجدون لله عز وجل كانوا يصلون فإن قال قائل كيف يكون منغمر في النار إلى ساقين ولا يحترق موضع السجود في القدمين كيف يكون منغمرا إلى وسطه والركبتين لم تحترق؟ فيقال إن الله على كل شيء قدير وأحوال الآخرة خارج عن قياس أحوال أهل الدنيا ولنأخذ مثلا آخر قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزارة في النار الذي يسبب الإزارة وتحت الكعبين الجزء الزائد الذي نزل عن الكعبين من الثوب هذا الذي يحرق بالنار الله على كل شيء قدير قادر على أن يحرق من الإنسان أصبع وسنتيمتر ومقدار يسير يعذبه به هو فقط والله على كل شيء قدير فالآن هؤلاء ناس غمروا في النار لكن أعضاء السجود ما احترقت النار تحرق منهم كل شيء من أجسادهم إلا أعضاء السجود هذه لشرفها لما سجدت لله تعالى في الدنيا لما سجدت لله تعالى في الدنيا طيب من آمن ولم يسجد لله سجده مثل الذي دخل في الأسلم دخل في القتال وقتل هذا ناجي لأنه لم يستطع أن يسجد بعد لم يقدر على الصلاة لأنه حضر أسلم وقت القتال وقاتل وقتل وهذا المعنى في قضية احتراق بعض الأجزاء دون ضعر نظم نظم أبو العلام الحافظ أحمد بن علي من حجر العسكرين رحمه الله فيه بيتين لطيفين فقال يا رب أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني وأنت الواقي والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى ثمن على الفاني بعدق الباقي يقول يا رب أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني في النار وأنت الواقي الذي تقل من العذاب والعتق يسري بالغنى لو واحد أعتق نصف العبد شرعا العتق يسري يسري ويعتق العبد كله والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى ثمن على الفاني بعدق الباقي عتق باقي الأعظم قال في الحديث فيخرجونهم قد امتحشوا امتحشوا يعني احترقوا والمحش احتراق الجلد وظهور العظم احتراق الجلد وظهور العظم هؤلاء الموحدون الذين يخرجوا من النار وقد احترقوا وبأوا ظهرة العظام واحترق الجلد ماذا يحدث لهم لكي يعادوا قال فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة وفي رواية فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة وفي رواية على نهر يقال له الحيوان او الحياة يلقون في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون نبات الحبة 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 جمعها حبب وهي بزور الصحراء بزور بالزايد الصحراء فإن من النبات نبات ينبت بدون بذر له بزور ينبت بدون بذر هذه بزور الصحراء إذا جاء عليها المطر أو جاء الماء نبتت فهذا طبعا غير الحبة التي يزرعها الناس وجمعها حبوب قال فينبتون في حافتيه كما تنبت الغثاء فينبتون في حميل السيل ما يحمله السيل وفي رواية في حمأة السيل يعني ما تغير لونه من الطين وهذا أجود التربة أجود أنواع التربة التي ينبت فيها النبات ففيه إشارة إلى سرعة نباتهم لأن الحبة أسرع في النبات من غيرها والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما شرح لهم لما ذكر لهم هذا الحديث قال لهم يعني ألا ترون ألا ترون فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البادية لأن الذي يعرف نبات هذه الأشياء يكون في العادة من أهل البادية وهذا هؤلاء إذا نبتوا يكونوا مثل ما تنبت هذه النباتات صفراء وبيضاء التي تكون إلى جهة الشمس تكون صفراء وخضراء والتي تكون إلى جهة الظل تكون بيضاء يقول ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فهذا في تنبيه على أن الذين يخرجون من النار هؤلاء أيضا مراتب وبعضهم دون بعض وأن منهم من يكون تلقاء الجنة فيسبق إليه البياض المستحسن ومنهم من يكون إلى جهة النار هم أخرجون لكن الناس إلى جهة النار وناس إلى جهة الجنة وينبتون وجوه الذين لجهة الجنة بيضاء وجوه الذين لجهة النار مثل الصفراء ثم بعد ذلك فيتأخر النصوع عليهم إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور ونظارة النعمة عليهم وفي ناس يصيبهم الماء قبل أناس يرش عليهم قبل أناس فيسرع النصوع إليهم ثم ينصع الذين بعدهم وهكذا آخر واحد يبقى رجل يبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار وجهه إلى النار هو آخر أهل النار دخولاً للجنة هذا الرجل قيل إنه بني إسرائيل قيل إنه كان نباشاً قيل إنه رجل كان يسيء الظن بعمله قيل إنه الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني في حديث أبي عوانا يقول الله أبو عوانا يقول الله انظروا إي هل بقي في النار أحد عمل خيراً قط فيجيجون رجلاً فيقال له هل عملت خيراً قط فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيعة وفي الحديث أيضاً ثم يخرجون من النار رجلاً آخر فيقال له هل عملت خيراً قط فيقول لا غير أني أمرت ولدي إذا ميت فأحرقوني هذا الرجل الذي يقول فيه عوف الأسجعي رضي الله عنه قد علمت آخر أهل الجنة دخولاً للجنة رجل كان يسأل الله أن يجيره من النار ولا يقول أدخلني الجنة هذا الرجل آخر من يخرج من النار يخرج وهو الذي كان يتعثر على الصراط الذي يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة هذا الذي يزحف زحفاً يخرج من الصراط يخرج من الصراط زحفاً هذا الرجل إذا جاوز النار يقول الحمد لله الذي تبارك الذي نجان منك هذا الرجل يخرج ووجهه إلى النار يخرج زحفاً يخرج حبواً ويكون هنا عبوره على الصراط هو الدخول في النار وآخر أهل النار دخولاً أي من العابرين على الصراط لأن الورود يطلق عليه دخول الورود على النار والعبور على الصراط يطلق عليه دخول هذا الذي يخرج زحفاً يخرج حبواً ويتكفأ به الصراط حتى في النهاية يسلم ويخرج من النار هذا آخر أهل الجنة دخولا للجنة يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار فيصرف الله وجهه عن النار ويكون ذلك بعد دعاء يقول يا ربي قد قشبني ريحها ومعنى قشبني يعني سمني وآذاني وأهلكني القشب أن تخلط السم في الطعام يا ربي قشبني ريحها أحرقني وآذاني وغير جلدي وصورتي وأحرقني ذكاؤها ذكاؤها وهو لهبها ووهجها فاصرف وجهي عن النار يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار فيستجيب الله لدعائه ويصرف وجهه عن النار ثم يطلب أن يقرب إلى شجرة ليستضل بها وتحدث المحاورة التي تقدم ذكرها والله في كل مرة يأخذ عليه العهد أن لا يطلب شيئا آخر ثم يطلب شيئا آخر والعبد يحلف ويقول لا وعزكث لا أسألك غيره والله يطلب الميثاق والعهد من هذا الرجل وهو يحلف يحلف لله عز وجل حتى يصل إلى الجنة فإذا رأى ما فيها إما لأن الجنة شفافة جدار الجنة شفاف يرى الباطل من الخارج كما جاء في وصف الغرفات يطلب من الله أن يدخله الجنة ويقول معتذرا لربه يا رب لا تجعلني أشقى خلقك طبعا أشقى خلقك من أهل الجنة لا تجعلني أشقى خلقك لا تجعلني خارج الجنة مستمرا خروجي منها ولكن أدخلني فيتفكر في كرم الله ورحمته هو حلف وأعطى الله العهد والميثاق لكن لما يرى الجنة تشتاق نفسه إليها ويتفكر في كرمه ورحمته عز وجل فيطلب من الله أن يدخله الجنة وعند ذلك يضحك الرب عز وجل ويذكر العبد نعيم الجنية يذكر نعيم ويقول اذكر تمنه اذكر يذكره بأشياء حتى إن الله لا يذكره من كذا ومن كذا يذكره من الذهب ومن الفضة ومن اللباس ومن الحرير ومن الطعام ومن الشراب ومن البيوت ومن الحور العين ويذكره الله عز وجل من النعيم وهو يقول أتمنى كذا وأتمنى كذا وأتمنى كذا فيقال له لك هذا وعشرة أمثاله على حديث أبي سعيد على رواية أبي سعيد لك هذا وعشرة أمثاله فيفاجأ الرجل فيقول أتسخر بي وأنت الملك فالله سبحانه وتعالى ينفي أنه يسخر منه وإنما كان ضحكه سبحانه وهو ضحك حقيقي يليكم بجلاله وعظمته يكون رضاً عن هذا العبد أدخله به الجنة وأنه أعطاه من هذا النعيم طيب وهذا العبد أقسم ثم رأى غيرها خيراً منها فخرج عن اليمين ولكن لا كفرة عليه لأن الكفرات ترتفع في الآخرة وفي هذا الحديث فضل الدعاء لازال فيه دعاء حتى في ذلك المقام فيه دعاء ولازال العبد يدعو الله فهذا فيه أهمية الدعاء وفضل الدعاء وأن العبد بالدعاء دخل الجنة وأيضاً فيه قوة الرجاء مع أن هذا تعذب في النار عذاباً لم يشهد أحداً من الموحدين لأن هذا آخر وعد فيه تعذب في النار عذاباً كم آلاف السنين ملايين لا ندري عذب عذاباً شديداً جداً ولذلك لما يخرج من النار يقول الحمد لله الذي نجاني منك والذي أحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحداً من العالمين يعني بعد الهول الذي رآه يتصور أن الله ما أنعم على أحد مثل ما أنعم عليه من الأهوال التي رآها هذا الرجل رجى الله رجى الله مع أنه أعطى العهود والمواثيق أن لا يسأل شيئاً رجى الله فالله عند ظن العبد به ويجيب التاعي ومن رجاه لا يخيبه سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل الكريم الواسع فيدخله الجنة وقوله في الحديث ما أغدرك يدل على أن الشخص لا يصف بالفعل الذنين إلا إذا تكرر منه ذلك لأنه ما قال له من المرة الأولى من أول طلب خالفة ما أغدرك وإنما بعد تكرر النكث بالعهد بالوعد والوعد قال له ما أغدرك ففيها فائدة تربولية أنا ما نقول عن الشخص يا كذاب من أول كذبة وخلاف من وعود من أول إخلاف فإنما إذا تكرر منه ذلك استحق لقب الوصف المذموم الغدار الكذاب ونحي ذلك والحديث أيضا يدل على ما طبع عليه الآدم من الطمع والحيلة في التخلص من المطلوب فأول شيء ما قال أدخلني الجنة قال أبعدني عن النار أصرف وجهي عن النار ثم أدنيني إلى الشجرة الفلانية ثم الشجرة التي أمامها ثم الشجرة التي أمامها ثم باب الجنة ثم يقول أدخلني الجنة فترطف للدخول طلبا بعد طلب ومرحلة بعد مرحلة وهذه سفات الآدم التي شرفها الله بها على الحيوان لأنها لأن عنده فكر وعقل وهذا الحديث مع أنه حديث يبعث الأمل في النفس لكنه أيضا حديث مخيف لأن معنى ذلك أن هناك موحدين سيدخلون النار وأننا لو كنا عن أنفسنا أننا موحدين لكن وفضل الله عظيم والحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف لكن المشكلة في تكرار سيئاتنا يعني كذب من هنا وغيب من هنا من مين من هنا وإخلاف وعد وحلف وعلى الكذب وأخذ حقوق الآخرين وظلم الآخرين وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسب هذا ونحو ذلك تتراكم السيئات حتى تطغى وتكون أكثر من الحسنات وله فضل الله عظيم فضل الله واسع ولكن الناس أنفسهم يظلمون فهذا الحديث الوقت الذي فيه رجاء لكن أيضا مخيف حديثا مخيف ويبعث الإحساس في النفس بالتيقظ وعدم معصية الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى ونحن دائما نطمع في رحمة عز وجل وننظر إلى العلو ونطلب وليس لفضله سبحانه وتعالى حد ولذلك مرنا بسؤال الفردوس الأعلى نسأل الله الفردوس الأعلى ولو كنا مقصرين طيب يكون السؤال هل يجوز توزيع لحم العقيقة أم السنة الاجتماع وعمل عشاء ذكر العلماء رحمه الله أن لحم العقيقة يقاس على الأضحية في توزيعه أثلاثا ثلث يهديه ثلث يتصدق به وثلث يأكله وأهل بيته وإن أعطى الفقراء نصيبهم وعزم الناس على الباقي فهذا شيء طيب وإن عزم الناس وفيهم فقراء ثلث العدد مثلا أيضا هذا طيب النار في الآخرة واحدة الجواب إنها نار واحدة لها لكنها سبعة أدوار لكل طابق لكل دور لكل جزء لكل دركة من دركات النار باب طوابخ بعض وفوق بعض دركات بعضها تحت بعض لكل دركة من الدركات باب في كل باب في كل دركة أهلون يستحقونها فهي نار واحدة ولكنها دركات بحسب العصاة والكفار لأن حتى الكفار أنواع فالمنافقين النفاق الأكبر أخطر أنواع الكفرة في الدركة الأسفل من النار ما هي نصيحة كلامة في هذه الأيام وليجد الناس يشبعون والجار لا يجد ما يأكل أما هذا فلا يؤمن من بات شبعان غيان وجاره جائع كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علمت يا عبد الله أن جارك لا يأكل فكيف تهنى أنت للأكل فلابد أن تعطيه وتدل الناس على إعطائه يقول هذا السؤال دخل رجل في الروم لما كانت المعركة بين المسلمين والروم وكان بعض الصحابة موجودا انغمس فيهم فقال بعض الناس ألقى بنفسه للتهلكة فقال أبو أيوم رضي الله عنه وبين لأنه لم يلقي لنفسه للتهلكة لكن إلقاء النفس للتهلكة وهم أعلم بالآيات في من نزلت وكيف نزلت والظرف الذي نزلت فيه أن بعض الأنصار لما غلب النبي عليه الصلاة والسلام العرب ودخل الناس في دي الله أفواجا وضعت الحرب أوزارها قالوا نلتفت إلى أموالنا التي انشغلنا عنها بالجهاد عندنا مزارع وعندنا عقار وعندنا أشياء انشغلنا عن عمارتها وزرعها بالجهاد الآن الحمد لله فتحت القرى ودخل القبائل العرب دخلت في الإسلام فتحت فتحت فتح على النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح هذه الآن فرصة لنا أن نأخذ راحة ونلتفت إلى أموالنا ونصلحها فنزلت الآية في هذا الظرف وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة فسمى الله الانشغال بالدنيا وترك الجهاد إلقاء النفس من التهلكة أما واحد ينغمس في العدو يقاتلهم يمينا وشمالا وربما خرق الصفوف إلى الناحية الأخرى فهذا لا يكون من الذين يكون بأنفسهم إلى التهلك يحب الله تعالى الذي ينغمس في العدو يقول هل الموحدين الذين يدخلون النار يكونون فيها أحيان أم وموتا ورد في صريح مسلم أن الله يخرج أقواما من النار همما قد احترقوا وذكر النووي رحمه الله في السرح أن هؤلاء احترقوا فماتوا ثم ألقوا في النهر نهر الحياة فأحياهم الله فإذن هؤلاء ناس ناس هؤلاء احترقوا واحترقوا واحترقوا حتى ماتوا ثم أخرجوا وألقوا في نهر الحياة فغاهر الحديث يدل على أنهم ماتوا حرقا بعد بعد ما شاء الله أن يحترقوا حتى الموت ثم يخرجوا من النار ونلقون في نار الحياة لكن أول ما يدخلون يكونون أحياء يحسون بالعذاب يحترقون ويحترقون ويحترقون حتى يموت حرقا بخلاف أهل النار الخالدين أهل النار الخالدين لا يموت فيها ولا يحيئ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها ليقضى علينا رب قال إنكم ماكثون فهؤلاء المخلدين في النار هؤلاء المخلدون لا يموتون لكن الموحدون العصات يحترقون ويحترقون ويحترقون إلى أن يموتوا ويخرجون حمم حمم متفحنين يلقون في نهر الحياة هذا الرجل من باب الجنس أم رجل واحد فقط ذكر الحجر رحيمه الله في الشرح ما يفيد أنه يمكن أن ينطبق على الواحد أو على الجماعة تناول البخاخ بخاخ الرضو عن طريق الفم ذكر بعض العلماء المعاصرين في فتاوهم أنه لا يفطر لأنه غاز ولأنه يدخل إلى الرئة وليس للمعدة ولأنه يحتاج إليه دائما فلو قلنا الآن تفطر متى يخبئ هو دائما يحتاج إلى البخاخ وأما بالنسبة للزواء الذي يتعاطى عن طريق الفم الحبوب والشراب طبعا هذه تفطر وكذلك الأنف القطرة تفطر لأنها إلى الحلق وأما قطرة العين والأذن فإنهما لا تفطران على الراجع كما اختار ذلك شيخ رسام تيمي رحمه الله وأما إذا كان غاز وليس بمادة في أنف ليس بمادة ليس بمادة تدخل الحلق وإنما تكون في حدود الأنف فقط فإنه لا تفطر البلغم عند الصيام لا يتعمد بلعه يخرجه فإذا ذهب شيء منه رغما عنه فصيامه صحيح هل يجوز متابعة القراءة مع الإمام مع مسك المصحف في ذلك فعل لعدد من المكروهات وتفويت لعدد من السجن فأولا ينشغل عن وضع اليدين على الصدر اثنين ينشغل عن نظر إلى موضع السجود ثلاثة كثرة حركة فتح المصحف إغلاق المصحف وإدخاله في الجيد وإخراجه من الجيد وبعض الناس إذا سجد سجود التلاوة المصحف في يديه سجد على ثلاثة أصابع ثنتين تمسك المصحف ثلاثة هذا سجود ناقص يجب أن يكون السجود على كامل الأعضاء السبعة فلذلك نظرا لما في هذه المحاذير ومن تفويت السنن فإن ترك ذلك هو الذي ينبغي على الإنسان وأن يسمع ويتابع بأذنه وسمعه وعقله ولا ينشغل بالحروف ورسوماتها عن السماع والتمع في الآيات يقول الأذان في المصلى مشروع يؤذن في المصلى كما يؤذن يؤذن في المصلى حتى لو كان مصلى وأما بالنسبة للمسجد إذا كان المسجد بعيدا بحيث لا يسمع الإنسان اللداء في الأحوال العادية ونقصد الأحوال العادية لو كان المؤذن صيتا يؤذن على سطح المسجد والريح ساكنة ولا يوجد عوازن السامع حسن السمع فإن كان يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب قدره الإمام أحمد رحمه الله بالفرسخ الفرسخ كيلو مترات خمسة تقريبا فإذا كان المسجد قريبا يجب أن يجيب النداء فيذبنا المسجد إذا كان المسجد بعيدا لا يسمع النداء فإنه يصلي في المصلى ويؤذن في المصلى إنسان فتته صعات متر حتى طلعت السمس كيف يقضيها يقضيها شفعا في النهار بعد ارتفاع الشمس إذا قضاها قبل الفجر إذا قضاها قبل صلاة الفجر يقضيها وترا إذا قضاها بعد ارتفاع الشمس يقضيها شفعا فوردت السنة بقضائها شفعا بعد ارتفاع الشمس في الصباح في الضحة صلىها من النهار ثنتي عشرة ركعة وورد عن السلف قضاؤها وترا لكن بعد أذن الفجر أذن الفجر يقضيها وترا وأما لأن الوقت انتهى وقت الوتر ينتهي قول الجمهور عند طلوع الفجر فإذا صلىها بعد الأذان تكون وترا وإذا صلىها بعد ثبضحا إذا طلع النهار يجعلها شفعا فإذا كان أراد أن يصلي أحد عشر يصلي في انتي عشرة ركعة في النهار هل يجوز مصافحة بنت العم وبنت الخان إذا كانوا في منزل واحد وما الفرق يعني إذا كانوا في منزلين لا يجوز وإذا كانوا في منزل واحد يجوز وما هذا التفريق وكيف يجوز أن يصافح لأنه في منزل واحد فبعض الناس نتيجة العادات ونتيجة الإنف تكرر الرؤية والاحتكاق اليومي يتساهل فلا يجوز مصافحة بنت العم وبنت الخال لأنهما ليستا من المحارم ويجوز له أن يتزوج به إذا مصافحة ومحرمة يقول هل الأشاعر يدخلون في دائرة موحدين طبعا هم من الموحدين وأهل البدع قسمين قسم بدعتهم تخرجهم عن التوحيد كغلات الرافضة وكذلك الباطنية والجهمية وكل من ابتدع بدعة في الدين كهؤلاء القاديانية والبهائية والآغاخانية من هذه الفرق الذين يعتقدون بالإعتقادات المكفرة كقولهم إن البهاء هذا باب الله ويأتي العلم من الله عن طريقه وإن فلان هذا أحمد التيجاني هذا أعلى مقام من النبوه ومن النبي وإن الأنبياء لم يختموا وإن القادياني نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من اعتقادات المكفرة أو أن الأئمة يعلمون ما في الغين وأنه لا يموتون إلا باختيارهم وأن كلامهم وحي فكل الاعتقادات المكفرة هذه تخرج صاحبها عن التوحيد وعن الملة ويكون بالتالي إذا مات عليها وبعدما أقيمت الفج عليه مات عليها يكون خارجا مخلدا في النار لماذا لا يستدل بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة بعضهم استدل بحديث القبضة على ذلك واستدل بعضهم كابن أبي جمرى رحمه الله بحديث الذين يخرجون يعرفون بمواضع السجود يخرجون من النار على أن تارك الصلاة لا يخرج لأنه ليس له شيء يعرف به حتى يخرج لأنه لم يكن يصلي ولذاك مواضع السجود لم يكن لم نكن من المصلين ما سلككم في سخر قالوا لم نكن من المصلين حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الرجل أن الجهل قد بلغ به مبلغا جعله يعتقد أنه إذا يظنه أنه إذا أحرق بعد الموت أن الله لا يبعثه فهو ليس موقنا بالبعث على كل حال وإنما عنده شبه وجهل جعله يعتقد أو يظن أنه إذا أحرق أن الله لا يبعثه فهو أراد لما أحس بذنوب نزول الموت أي طريقة للهروب من عذاب الله فلذلك قال أحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف في البحر فجمعه الله عز وجل وسأله ما حملك على ذلك فقال خشيتك يا رب فإذا كان رجلا عنده خشية لكن عنده شبه وجهل حالة خاصة أما من يشك أن الله يبعثه هذا كافر الذي يعلم الآيات ثم يشك أن الله يبعثه كافر لكن هذا حالة خاصة رجل جاهل وعنده شبه بالنسبة لمنطف الأطفال في الصف إذا كان الطفل مميزا يمكن من الصف البقاء في الصف ولا يلي الإمام للحديث يلني منكم ولو الأحلام والنهى وأما الأطفال غير المميزين فإنهم يقطعون الصف فلا يمكنون من الوقوف في الصف يضعه أبو أمامه أو يضعه خلف أو يبقيه مع أمه في البيت وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذه الآية هل تكون عندما يخرج الله الموحدين من النار نعم فيود عند ذلك الكفار لو أنهم كانوا من المسلمين الموحدين ليخرجوا مع من خرج تسوية أصول النساء تحدث عننا في رئي القادمة إن شاء الله معي مبلغ من المال حال عليه الحول وأسدد منه أقصاط شقة اشتريتها هل على باقي ثمن الشقة الذي لم أدفعه بعد زكاة؟ الزكاة على المال الذي عندك إذا حال عليه الحول إذا حال عليه الحول عليه الزكاة سواء سدت منه فيما بعد أو لم تسدد عليك الزكاة لكن لو سدت قبل الحول فالزكاة في الباقي إذا بقي عندك باقي وحال عليه الحول فيه الزكاة الذين تابوا إلى الله توبة النصوحة هؤلاء يغفر الله لهم في طبيعة الحال يغفر الله لهم كما وعد عز وجل المرأة الحامل التي لا تطيق الصيام أو عند التعب فقط أو خشي على جنينها كل ذلك تفطر يجوز لها أن تفطر من أجله وليس عليها إلا القضاء وأقرب شيء للحامل أن تقاس على المريض القضاء فقط امرأة جاءتها العادة الشهرية ثم انقطعت قبل رمضان على عدد أيام عادتها أو زيادة ثم عادت معاود نزول دم أسود في أول رمضان العادة الشهرية معرضة للانقطاع والتقدم والتأخر والزيادة والنقصان معرضة للتقطع والاتصال عكس الاتصال التقطع والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير بحسب عوامل جسدية ونفسية ولذلك لو رأت الدم في شهر سبعة أيام على عادتها ثم انقطع ثم رأت مرة أخرى بعده بأيام دم الحيض المعروف تتوقف عن الصلاة والصيام ما لم تبلغ المدة مجتمعة كلها أكثر من خمسة عشر يوماً فإذا زادت مدة الدم المتقطع هذا عن خمسة عشر يوماً رجعت إلى عادتها الأصلية وقضت الباقي واعتبرت النازي الاستحابة وهو اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة وإذا صلت صامت طيب ما الحكم في امرأة نفاس في اليوم الخامس والعشرين قطع عنها الدم لمدة يومين ثم عاد بعد ذلك تقرت هذه الحالة إذا انقطع الدم في الأربعين قبل الأربعين انقطع الدم رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم فإذا رجع الدم في الأربعين فهو نفاس كل دم أو كدرة أو صفرة في الأربعين فهو نفاس فإذا زادت دم عن أربعين يوماً نظرنا فإن وافق ذلك وقت عادتها قلنا هذه عادة اقتصبت بالنفاس وإذا لم يوافق ذلك وقت عادتها وزادت عن الأربعين فهي استحاضة على الراجح وهو قول جمهور أهل العلم والدليل حديثهم سلمة كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً ولذلك أكثر مدة للنفاس أربعين يوماً واختار الشافع رحمه الله الستين واختار شيخ الإسلام أنها إلى غير أمد محدد ولكن قول جمهور أهل العلم وحديثهم سلمة يدل على أن أكثر مدة للنفاس مدة النفاس أربعين يوماً